أكد رئيس مجلس الأسبوعية أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري مؤكدا أن الدولة المصرية تنجحت في سياستها النقدية وخلال مؤتمر صحفي عاقب اجتماع الحكومة الأسبوعية أوضح مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في سعر الصرف وتتركه طبقا لأليات العرض والطلب موضحا أن الحكومة تتحسب للسيناريوهات الأسوأ وتضع آليات للتعامل معها إحنا ما بنتدخلش خالص في سعر الصرف إحنا سايبينه تبقى لأليات العرض والطلب والحمد لله يا رب والحمد لله الرؤية موجودة وبتورينا تماما أن إحنا الموضوع مستقر وفي الإطار مستقر ويمكن حضركم بتتابعوا كان فيه اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية هذا الأسبوع وبخلاف هذا الاجتماع إحنا أنا مع السيدة المحافظ يمكن ما بنعلنش أحيانا على بعض الاجتماعات أو بنطلع عليها بيان صحفي ولكن في الإسبوع الواحد مش أقل من مرتين ثلاثة والأمور الحمد لله أنا بحابب أن أنا أطمن المصريين الأوضاع الحمد لله مستقرة وإحنا زي ما بقول لحضراتكم بنضع لنفسنا أنا عايزة أقول مش عايزة أقول لللفز ولكن السيناريوهات المتحفزة نتيجة للأوضاع الإقليمية بنضع دايما إيه هي السيناريوهات الأسوأ وحنتعمل معها زي للتمن شهور والعشر شهور والسنة الجاية عشان نبقى دايما محتاطين وعملين حسابنا للظروف والعوامل وأي مفاجآت أو صدمات ممكن غير منظورة تحصل فنديب إحنا بنضع هذه السيناريوهات ونضع كمان لها خطط التحرك